مرحبا فيكم حبايبي برج الأسد. خلينا نشوف التوقعات كيف الفترة رح تكون عاملة بشكل عام. خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة أكتر شي على شو عم بتركز بأفكارك بأفعالك. وقعت لحالها والله. نفس الورقة اللي قبل شوي. رح يكون أكتر شي العاطفة شغالة عندك رح تكون فترة رومانسية بانتياز في رجوع لشخص أو خلينا نقول تطور في العلاقة العاطفية في أمور رح ترجع لما جريها. في أكتر من أمنية في الحب عم بتسير. في انتصار في هاي العلاقة فهذا الكرت طلع لك عاطفي مع أنه يعني عادة بطلع بشكل عام. خلينا نشوف إذن التوقعات بشكل عام لهاي الفترة للأسد. طبعا هاي القراءة عامحة بعيدة. ممكن تنطبق على جزء وجزء لا فعادي جدا إذا ما نطبقت عليك. حلو جدا الورق وكتير عجبني. بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالأد برج الأسد لكن هاي الفترة أنا شايفيتها رح تكون كتير حلوة. شايفي عندك أول شي تصفية حسابات في أول الأيام من هاي الفترة يعني يمكن تكون أول أسبوع من الفترة اللي قلنا عنها. رح تكون تصفية حسابات في كان صراع بينك وبين أشخاص ولكن عم بشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا الشخص. عم بتعطيه اللي هو الدواء يعني عم بتداويه بالطريقة بالتي هي أحسن خلينا نقول. عم تعطيه حجمه عم تعطيه اللي بستاهله ومش أكتر. شايفي فيه تغير بشخصيتك يا برج الأسد عم بتحاول تشتغل على نقاط الضعف اللي عندك إياها والطاقات السلبية لجواتك وعم بتحاول تغيرها. يعني كتير حلو إنه أشوف هذا الاشي بالورق نادرا ما بشوفه إنه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح. خاصة إنه ورقة برجك يعني تمان مبينة. فكتير عم بشوف فيه فيه سعادة عجلة الحظ عم بتكون معاك هذا الشهر. يعني استغلها ما بتعرف بالأشهر اللي بعدها شو رح يصير فا استغل هاي خلينا نقول عجلة الحظ عم بشوف كمان في هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدا ظلمك أنت عم تاخد حقك زي ما قلنا هون فيه صراعات مع شخص ممكن يكون ظلمت. نهاية العلاقة ثلاثية في علاقة ثلاثية هاد الكرت طلع مقلوب من بعد ما انجرحت من أشخاص أو من شخص ثالث من طرف ثالث كان داخل بالعلاقة العاطفية. عم بشوف هاي العلاقة منتهية أو فيه انتصار عليها. عم بشوف هنا كارما عم تاخد حقك أكتر شي ممكن يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في أكتر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما. بالنسبة للطاقات قبل ما أنسى اللي هي هوائية أكتريتها فيه نارية والله هوائية دون انتياز وفيه مائية. فيه ميزان بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي فيه اسد حبايبي فيه علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية. هذا الشخص الشخص الشريك أو خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما إذا كنتوا أنتم منفصلين أو كذا ما عم بيفكر بصغائر الأمور بالزعل بالبلوك بهاي الأشياء الفاضية. هو عم بيفكر لأكتر من هيك عم بيفكر للارتباط عم بيفكر حتى أنه ممكن أنه اتسافروا مع بعض عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك فترة الإحباط أو الانتواء أو الصراع النفسي عم بنشوف نجاحي كتير. من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارمة أو الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع أشخاص يمكن من أطراف هوائية أو مائية أو نارية. على الأخص نارية ممكن تكون عم بيكون نجاح عليها أو انتصار على هدول الأشخاص. شايف فيه شخص ممكن يتقرب منك إذا كنت أعزب. هذا الشخص صفاته يعني خلينا نقول متوسطة. بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن أنا بحكي لك إنه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح يكون خير لإلك. لأنه هاي فترة كيف تقول لك إنه فترة خير بشكل عام إلك وحظك حلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة. شايف بعض الأشخاص عم بيصير عندهم زواج أو الأشخاص المتباعدين أو اللي على علاقة أو حتى المطلقين شايف لهم رجوع شايف فرحة شايف حب حقيقي عم بيتتوج أو بيترسم أو بيتطور. شايفة إنه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرف يمكن مادياً يمكن عاطفياً تسانده عنده مشاكل كتير عم بتكون كتير مساند لإله وهو مساند لإلك لقراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا إنه ممكن تكون عكسية. إذن أكتر إشي مسيطر على الأسد هاي الفترة الأمور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر. مبين الأشخاص المصرين على السفر لهم فترة عم بيبين عندي الأسد بده سافر ففي هاي الفترة فيه فرصة حلوة للسفر أو تخطيط أو مراحل حلوة عم بتصير من ناحية السفر. الناس اللي عندهم محاكم من برج الأسد عم بيصير في عندهم جوستيس عم ياخدوا حقهم والتارمة عم ترجع لهم خاصة المحاكم اللي فيها مال أو حضانة أولاد. خلينا نشوف أكتر عاطفيا لأنه دائما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا أكتر أو طرقة عاطفية منفصلة رح أحاول إنه نعمل يعني عاطفية منفصلة. شوف حبيبي برج الأسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الأمور اللي صارت في عندك يعني فيه فيه أمور رح تصير أو أكشلز أو أحداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم بتفرج عم بتفرج على إما طرف الثالث أو الانتصار على الطرف الثالث لأنه مبين عندي فيه رجوع أكيد وفيه حتى الناس اللي موجودة مع بعضها من الأصل فيه تطور فيه المشاعر خلينا نقول أو في العلاقة ولكن فيه طرف الثالث عم بيكون مش متواجد ولكن عم براقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث شايف الشريك طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني أرجع أقول إنه ممكن تكون عكسية الشخص أنت أو الشخص الآخر ممكن أنه يعني شايفيتكم حتى التنين مندفعين ناحية بعض في نهاية لطرف الثالث ضدف للطرف الثالث مع إنه عم بيحاول بيشتى الوسائل إنه ينتصر ولكن شايف ينصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث المال بيّن عندنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون فيه وفرة مالية حلوة كتير لبرج الأسد النساء من برج الأسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير فيه مال رح يجيك إما من ترقيف العمل أو من عمل إضافي أو حتى فرصة عمل جديدة هاي المشكلة اللي أنا قلت عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة موضوع كبير رح ينفضح رح فيه أمور هو كان يعملها مبين هون أمور ممكن تكون أعمال وشغلات هو السبب كان في خضلانك بالفترة الماضية أو كان منتصر عليك والآن أنت عم تنتصر عليه شايفي أكتر شي شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلولة برج الأسد إن شاء الله يراب إنه ينطبق على أكبر عدد حلينا نشوف إذا في تحذيرات أو الشي في هذا الوراء عم بشوفك آآ عم بشوفك برج الأسد معاك مفتاح مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معاك آآ مفتاح معين آآ إنما مفتاح مسكن جديد إنت رح تنتلكه آآ أنا أكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب إنت معاك المفتاح تبعه فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس أو المخاوف اللي عندك إياها كلياتها يعني تقليد مش أصلي فما تخاف إنت يعني القلب الحبيب معاك وإنت مالكو فما يعني ما تخاف من الأمور اللي عم بتسير لأنها أمور مؤقتة خلينا نقول والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم بيحاول إنه يوازن فلا شايفة إنه الأمور العاطفية على أتموج كمان بالعمل الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لأنه الأسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي أو متشائم خلينا نقول ومعاه حق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من أشخاص آه سيل فورت بقولك حب حالك يا حبيبي بقولك أنت بتستحق الأفضل أنت بتستحق أفضل ما أنت عليه يعني فقاتل حالك إيمة اهتم بحالك أكتر من جوة أنا عم بقول من برة طبعا الأسد معروف بالتألق والأناقة والكذا بس أنا عم بقول من جوة من جوة أكتر حب حالك مش الموضوع ما فيه أنانية أو كذا بقولك أنت بتستحق الأفضل اختار الأشخاص الأفضل استغني عن الأشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك فحاول تكون عقلاني شوي بكفي يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل أفضل بقولك إن هون أنه كتير أنت قوي ورح تكون قوي في الفترة الجاي رح تكون الأمور زمامها في إيدك أنت مش على العكس زي ما كانت بأيد الأطراف الأخرى بهاي الفترة رح تكون بإيدك تكون الأمور زمامها في حياتك ترجمة نانسي قنقر